وعودة إلى الخبر الأبرز حيث أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي ضرورة وضع حد للحرب الدائرات في غزة ولبنان والمضي قدما بقوة في مساري وقف إطلاق النهر وتبادل الأسرى والمحتجزين وإنفاذ المساعدات الإنسانية بشكل فوري وبكميات كبيرة تكفي لإنهاء الأزمة الإنسانية المتفاقمة جاء ذلك خلال استقبال رئيس السيسي وفدا من مجلس النواب الأمريكي من الحزبين الجمهوري والديمقراطي برئاسة النائب توم كول رئيس لجنة المخصصات استقبال السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي وفدا من مجلس النواب الأمريكي من الحزبين الجمهوري والديمقراطي برئاسة النائب توم كول رئيس لجنة المخصصات وذلك بحضور الدكتور بدر عبدالعاطي وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين في الخارج المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية صرح بأن اللقاء ركز على الأوضاع الإقليمية حيث حرص وفد الكونغريس على الاستماع إلى رؤية السيد الرئيس حول كيفية استعادة السلم والأمن بالإقليم وتجنب توسع دائرة الصراع وتحوله إلى حرب إقليمية حيث أوضح السيد الرئيس في هذا السياق ضرورة وضع حد للحرب الدائرة في غزة ولبنان والمضي قدما بقوة في مصاري وقف إطلاق النار وتبادل الرهائن وإنفاذ المساعدات الإنسانية بشكل فوري وبكميات كبيرة تكفي لإنهاء الأزمة الإنسانية المتفاقمة وأشار السيد الرئيس إلى الجهود المصرية القطرية الأمريكية المشتركة على مدار الفترة الماضية موضحا أن الأمر يتطلب إرادة سياسية من جميع الأطراف وضغوطا مكثفة من المجتمع الدولي لتحقيق التقدم الملموس يتيح استعادة الأمن وفتح الطريق للسلام وفي ذلك السياق أدار حوار مفتوح بين السيد الرئيس وأعضاء الكونغرس الأمريكي بشأن حل الدولتين حيث أكد السيد الرئيس أن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة هو السبيل لنزع فتيل التوتر الإقليمي وتعزيز مصار السلام والأمن الحقيقيين والمستدامين بما يحقق مصالح جميع الشعوب في المنطقة ويمهد الطريق للاستقرار والتنمية والازدهار وفي ذلك الإطار تم استعرض الموقف الإقليمي الشامل وما تشهده المنطقة من أزمات وجهود مصر لتسويتها واحتوائها وأضف المتحدث الرسمي أن أعباء الكونغرس الأمريكي أكدوا خلال اللقاء اعتزازهم واعتزاز بلادهم بالشراكة الاستراتيجية الراسخة بين مصر والولايات المتحدة مثمنين دور مصر والسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في بذل الجهود المتواصلة لإرساء السلام والاستقرار ومؤكدين دعم الولايات المتحدة لمصر وحرصها على استمرار التشاور والتنصيق المشترك في مختلف الملفات بما يصب في صالح السلم والأمن على المستويين الإقليمي والدولي